والشباب وإحنا بقى بنرجع لكم تاني وإحنا بنتكلم على النجوم من الشباب اللي فرضوا نفسهم على الساحة سواء في الدراما أو في السينما شاركوا في أعمال كتيرة جداً أعمال قربت مننا وفي أعمال كتير تابعناها وعشنا معيها وكنا كل يوم بنشوف إيه اللي هيحصل لهم يمكن من مميزات المهرجان إن إحنا بنقرب من النجوم من الشباب أكتر ونتعرف عليهم بنسلط الضوء على أعمالهم بنشوف كمان بيفكروا في إيه في اللي جاي خصوصاً زي ما قلت لكم إن ضيفي اللي منورنا قدم لنا يعني على الدراما عمالين أنا شخصياً مش عارفة وبيحب أني فيهم حاولت حتى في الكواليس إن أنا أسأله مرضيش يقول الحقي إنه رفض يقول وعنده تكريمات في السريمة خلينا راحوا بقى بضيفنا اللي منورنا الفنان الجميل ناس كلها بتحبوا محمد حياتم الغير للستايل محمد منور الجونة بوجودك ومبروك الله يبارك فيك ومبروك على الجايزة من فيلم يعني أنت خدت كده كم جايزة أنا مش عايزة عايزة أولا لما منتولد خدت فيه الجايزة في مهرجان السينما العربية في مالمو في السويد وجايزة جامعية النقاد السينما يبقى جايزتين قبل ما نتكلم على الجوائز خليني أكلمك على الدراما أنت قربت من الناس قوي في الدراما يا محمد بشكل كبير جداً لأنك قدمت عملين كانوا قريبين من الناس الناس كلهم تبعيتهم أبو العروسة وممالك النار الآن والعملين حققوا نجاح كبير جداً رغم اختلافهم وأنت كان دورك مختلف تماماً هنا أو هنا شفت إزاي العملين وأنا حاولت أسألك أن هي أقرب لقلبك مردتش عليك أقول لك لي مردتش عليك لأن العملين فعلاً مختلفين يعني أنت لو قرنتي لي مثلاً عملين هنا صورتهم هنا في مصر كنت ممكن إيه ما جاوبش برضو بس يعني لأ كنت يعني حاجة مقارنة يعني بالنسبة لي العمل هو تجربة فبالنسبة لي أبو العروسة تجربة أنا صورتها هنا زي ما بصور المسلسلات اللي بصورها هنا في مصر بس ممالك النار كانت تجربة مختلفة بقى خالص لأنه تصور كله في تونس تقريباً قريباً 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 من 8 شهور في تونس بنصور تجربة مع مخرج إنجليزي أول مرة أشتغل مع مخرج يعني مش مصري بيتر ويبر هو كمان في لجنة التحكيم كمان مهرجان الجوناة رئيس لجنة التحكيم رئيس لجنة التحكيم بتاعت الأفلام الرؤية فكانت تجربة يعني مختلفة خالص في الناس اللي اشتغلت معاهم يعني كل اللي ورا الكاميرا وكمان كسكريبت كمسلسل الجنر بتاع التاريخي فلغة عربية فالتنين مختلفين خلص لأن مملك النار رغم إنه زي ما قلنا سيغة تاريخية ويمكن الأحداث بعض منها كان صعب شوية ومؤلم حتى أحياناً في بعض الوقت كنت متوقع النجاح ده لي قوي كده؟ الحقيقة أن أنا كنت يعني أنا ما كنتش بطوء يعني فكرة النجاح الواحد ما بيتوقعوش أو يعني الواحد بيشتغل وخلاص وبيتمنى إنه يبقى في نجاح بس الحقيقة أننا العوامل بتاعت النجاح كانت متوفرة من أول سكريبت كويس لممثلين كويسين لشركة إنتاج ما بخلتش على الشغل بأي شيء شركة إنتاج قوية كانوا حقيقي ما بيبخلوش على المسلسل بأي حاجة مع ممثلين سواء خالد النبوي محمود ناصر كل الممثلين اللي اشتغلوا بكل الكرو كله الكرو كله كان شيء يعني عظيم فبالنسبالي دي العوامل بتاعت النجاح فلو المسلسل عمل نجاح هيبقى حاجة كويسة واللي أنا متأكد منه أكتر من فكرة النجاح في اللحظة دي هو فكرة إنه هيعيش وهيفضل موجود يعني طيب محمد خلييني أقول لك بقى أنا يعني قالوا لي عنك نماية كده قبل ما نعمل لقاء قالوا لي شاطر قوي ودقوب قوي وبيركز في الندوات قوي وبيسأل في كل حاجة قوي 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 ودي حاجة كويسة ولا لا حاجة حلوة بس أنت ده هل من شغفك أنه الإنتاج الدرامي يتغير يعني حولت بقى أنك لما تيجي مهرجان الجونة تستفيد من ورش العمل الموجودة تستفيد من الندوات بشكل أكبر ولا أنا عارفة يمكن أنه الحضور ممكن أنت ظروفك إحين الشغل بيمناعك لكن معروفة عنك أنك بتحب المذاكرة طبعا هذا شغلي أعتقد أن أنت بتحب المذاكرة في شغلك وأنا بحب المذاكرة في شغلي واللي بيخلينا نتبسط بشغلنا أن نحن نشتغل على نفسنا يعني فبحاول يعني لما بلاقي فرصة كويسة أن أنا أشتغل أو أطور حاجة عندي بتبقى حاجة كويسة وتبقى ممتعة في نفس الوقت طب المهرجان أنت بتشوفه إزاي في دورته الرابعة وأهمية إن إحنا عندنا مهرجانيات تخرج من مصر وتوصل للمستوى العالمي بتشوف ده إزاي ممكن يفيد الصناعة أو المهنة يعني وجود مهرجان المهرجان هو ملتقة بيتجمع فيه الفنانين ولو مهرجان عالمي زي مهرجان الجونة بيتجمع فيها فنانين من كل العالم بنشوف شغلوهم وهما بيشوفوا شغلنا وغالبا الأفلام اللي بتبقى موجودة بتبقى أفلام بغض النظر عن زوقنا هل حبناها ولا ما حبناهاش بس بيبقى متوفر فيها عناصر معينة المهرجان بيختار الأفلام نتيجة لتوفر عناصر معينة فيها فده بيخلينا نشوف ثقافات ونتعلم يعني أنا شايف أن دي حاجة مهمة في اللحظة دي في الوقت ده في العالم الوقت اللي فيه كورونا والوقت اللي فيه وقت مش سهل خالص إنك تستغل للفترة بالزبط خليني محمد أروح لحتة تانية أنت اشتغلت عمال كتير متنوع يعني اشتغلت في أبو العروسة واشتغلت في ممالك النار واشتغلت السينما واشتغلت الأعمال اللي هي الدرامية اللي كان لها حلقات كتير وجزء أول وجزء تاني واشتغلت سيت كوم واشتغلت يعني أنهي بيبقى القارب ليك دائما الفنان أو الممثل وخصوصا من جيل الشباب بيبقى عنده طموحات كتير وعنده أحلام كتير أنت ميل أنهي للحاجات اللي بتقعد مع الجمهور فترة طويلة الأعمال الكبيرة ولا شايف إن إحنا لازم نمشي بالإقاع السريعي يعني أبو العروسة مثلا كان ستين حلقة احنا منتكلم على جزئين وإنت برضو في نفس الوقت ما عندكش مشاكل إنك تشغل في العمال الدرامية اللي بيكون إقاعها سريعا بصي وأنا في اللحظة دي الحقيقة أنا ميال قوي لفكرة أن أنا أعمل سينما يعني سينما آه حبيب تبدأ عن الدراما شوية مش مش أبعد بس في نفس الوقت أنا بالنسبالي التجربة أن نحنا نشتغل على سكريبت الدراما فكرة الستين حلقة وفكرة الحاجات الطويلة بتبقى يعني متعبة لكل الناس يعني من أول المخرج للمؤلف يعني بتبقى طويلة وبتبقى يعني لو فيه جزء الثالث من أبو العروسة بالزبط هتبقى موجود فيه ولا ما تحبش تبقى لا 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 هبقى موجود فيه طبعا ما فيش أي مشكلة بس اللي أنا أقصده أن أن أنا ببقى يعني ميال لده وميال لده ميال للاعمال الدرامية زي أبو العروسة وزي الحاجات اللي للستين حلقة وكذا بس في نفس الوقت فكرة أن أنت تشتغلي في فيلم أو في حاجات عدد حلقات هقل دلوقتي فيه يعني فيه حاجات بتبقى عدد زي مسلا ممالك النار عدد حلقاته مش ستين حلقات بس في نفس الوقت الكواليتي كويس فهي دي النقطة أن في الآخر لما بتكون مع أن المجهود كبير جدا في ممالك النار العشر حلقات دول أو يعني الاثنشر حلقة دول بتعمل فيهم شغل بتعمل فيهم شغل كتير فهي دي النقطة أن أنت لما بتشتغلي في حاجة وتركزي فيها وحاجة بتبقى قليلة ممكن تطلع الكواليتي بتاعها أحسن وده الأهم طيب يعني خلينا أقولك مثلا كتير جدا من جيل الشباب زي مثلا زي منصة واتشت بينزل عليه عدد من المسلسلات وبتبقى حلقات صغيرة وممكن يتم عرضها مثلا بأيام الويك اند أو أيام قليلة قوي في الأسبوع شايف إنك ممكن تعمل توازن ما بين إنك تكون موجود ما بين الديجيتال والسينما ولا أقرب لك إنك تكون في المسلسلة بتارد أكتر على التلفزيون أنا لا بالعكس أنا أحب أن أكون متواجد جدا في الديجيتال يعني الديجيتال أنا شايف النواة المستقبل شايف المستقبل اللي بيفرد نفسه ليه جمهوره وجمهوره بيزيد وهيزيد وحاسس إن ده التطور الطبيعي للصناعة إن إحنا نبدأ نعمل حاجات بكواليتي أعلى وعدد حلقات أقل وحاجات أكتر والديجيتال فيه حرية حرية في كل حاجة فبالنسبالي أحب طمعا بقى موجود في الدجيتال مع التلفزيون يعني مع التلفزيون يبقوا الاتنين مع بعض اللي جاي إيه بقى إن شاء الله إن شاء الله يا رب يبقى اللي جاي أحلى بس أكيد عايزين الناس عايزة تعرف خبر جديد عنك بصي أنا في حاجة في رمضان بس مش متأكد منها فمش عايزة لسه يعني دراما هو دراما بس بس لسه مش متأكد قوي فعشان كده أتمنى أنها يعني أتمنى أن يحصل حاجة كويسة في رمضان بس بشكل أكيد أنا لسه ما عنديش حاجة الفاترة دي يعني حتى الآن حتى الآن بزورة بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي أكيد كلها شغوب بيها شايف أنها بتأثر في قرارات الفنان حتى في اللي جاي بعد كده لا أنا حاسس أن اللي بيأثر في قرارات الفنان هو الفنان يعني الفنان ونفسه شايف هو عايز يروح فين لكن فكرة تأثير يعني ما تتأثرش بسوشيال ميديا؟ دلوقتي بتأثر كنت بتأثر الأول أكتر بس دلوقتي ما متأثرش قوي مع تعودنا على السوشيال ميديا وكذا ما بقاش بالنسبالي شي مؤثر بس أكيد رد دي وسيلة كويسة أن احنا نعرف رد فعل الناس ليه الجيل الجديد بمتهم إنه ما بيقبلش أراء النقاد؟ النقاد؟ عدد النقاد محدود جدا يعني بالنسبالي ياريت يبقى فيه نقاد كتير بالعكس وتقبل النقد؟ من غير النقد من غير اللي يبقى فيه نقاد عمر الصناعة ما هتتطور فبالعكس الواحد لازم يبقى عنده فلتر لو فيه نقد يشوف هل ده نقد حقيقي ولا شيء ليه علاقة بشخص بس أي نقد لازم الواحد يقبله ويفكر فيه علشان دي الوسيلة إن الواحد يطور نفسه ويكبر طيب سؤال أخير لك تعلمت إيه في فترة الكورونا؟ في فترة؟ الكورونا أو الفترة اللي إحنا كنا محبوسين أكلم الكورونا لسه مكملة معنا بس ابنا تعيش والله يبص يعني الفترة دي أعملت في إيه؟ طبخت طبعاً زي كل الناس طبخت؟ أبدعت بقى أبدعت أي أكتر أكل عملتها حلوة بي؟ قبل الكورونا كان الرز بالشعرية كان يتحرق مني دلوقتي ما باش يتحرق ولأ يعني عملت والله حاجات لطيفة يعني أصعب أصعب حاجة دينا الصعب الرز بشكل عام قطرت طبخ الرز آه يعني الرز وبقى الحاجات المصري العدية المسبكة زي مثلاً إيه؟ الكوسة باللحمة المفرومة فالحاجات دي يعني فهمها؟ يعني خرجت من تجربة القاعدة في البيت وفترة الكورونا بأنك تلاقي بقيت طبخ آه يعني بقيت طبخ أحسن من الأول وبزرع برضو يعني برضو حاولت تزرع حاجات خضروات وحاجات يعني رجعنا تاني أكتر لنفسنا يعني ربنا يوفقك يا رب يا محمد وبشكرك وإنت فنان جميل ومحبوب ومزيد من التوفيق يا رب ربنا يخليك يا رب شكراً جداً كل الشكر طبعاً لضفنا الفنان محمد حتم اللي كان معينا النهاردة واللي منور طبعاً الجونة بن تمناله يا رب كل التوفيق أعرف أننا قلت لكم فاصل كتير بس تستنونا هنطلع فاصل عشان لسا عندنا ضيوف هينورونا في حلقتنا معاكم نهاردة خليكم معينا هنرجع ونكمل حسنا محمد